احتجاجات عارمة تحولت الاشتباكات مع الشرطة بين رحالة كانوا يحاولون اقتحام مبنى حكومي في لندن بمناسبة مضي عام على تنفيذ الشرطة البريطانية عملية مثيرة للجدل لإجلاء مئات الأشخاص من موقع يقيم فيه رحالة غير شرعيين في مصرعة ديل فارم قرب باسلدون بمقاطعة اسكس جنوب شرقيا البلاد المتظاهرون الذي ينحدر معظمهم من إيرلندا قاموا برشق مقار الحكومة بطوب وزجاجات قبل أن تتدخل شرطة مكافحة الشغب وكان مجلس بلدية باسلدون أعطى الضوء الأخضر لشرطة العام المنصرم لإخلاء الجزء غير الشرعي من المخيم يصادر به أمر قضائي بعد معركة قانونية دامت عشر سنوات